اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الذي سلم جللته رسالة خطية من اخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز السعود عهل المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظه الله تتضمن دعوة مملكة البحرين لحضور اجتماع وزراء دفاع التحالف الاسلامي العسكري لمحاربة الارهاب والذي تستضيفه مدينة الرياض خلال الشهر الجاري واعرب صاحب الجلالة عن شكره وتقديره لاخيه خادم الحرمين على هذه الدعوة الكريمة متمنيا لهذا الاجتماع الهام وللمشاركين فيه كل التوفيق في جهودهم لترسيخ اواصر التعاون والتكامل في منظومة التحالف الاسلامي العسكري وتوحيد وتنسيق الجهود لمحاربة التطرف والارهاب واشهد جلالته بعمق العلاقات القوية الراسخة بين المملكتين الشقيقتين وبما اشهده التعاون والتنسيق الاخوي المشترك بينهما من تطور مستمر على كافة المستويات كما اعرب جلالته عن تقديره واعتزازه بالمواقف المشرفة لاخيه خادم الحرمين الشريفين تجاه البحرين وشعبها وجهوده حفظه الله في ترسيخ وتوطيد العلاقات البحرينية السعودية مثمنا الدورة الريادية للمملكة الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين في تعزيز مكانة وقدرات الامة العربية والاسلامية والدفاع عن مصالحها وحرصها على وحدة الصف واجتماع الكلمة بين الاشقاء وجهودها في حفظ الامن والاستقرار في المملكة